لسا مكملين معاكم فاكراتنا وكنا بنقول في البداية ان اليومين دولة مش هادين اوي كده والاوضاع مش راسي اوي كده وفيه اضرابات كتير في البلد من كامي يوم سمعنا عن اعلان النقابة المستقلة اللي عاملين بالمحاكم ونيبات مصر ميتهم عن الاضراب عن العمل وده المفروض ان يكون ابتداء من بكرة اضرابهم عن العمل ده طبعا جه نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم وعلى رأس المطالب دي الغاء تبعيتهم لقانون السلطة القضائية عايزين نعرف اكتر ايه مشاكل اللي عاملين بنيابات ومحاكم مصر وعايزين نعرف ليه الاضراب هو الحل اليومين دول مع استاذ ناصر عبدو امين عامل نقابة العامل اللي عاملين بنيابات ومحاكم مصر صباح الخير صباح الخير اهلا بي عايزين نتكلم اولا على النقابة المستقلة مبدئيا كده دورها وايه ما طالبها في هذا الاضراب او دورها في هذا الاضراب اولا بسم الله الرحمن الرحيم اه هو كان الاول ما كانش فيه كينات نقابية بتعبر عن مشاكل وهموم الموظفين النيابات والمحاكم ولكن بعد صورة 25 يناير المجيدة ربنا اقربنا وتمكننا من تأسيس نقابتنا النقابة العامل اللي عاملين بنيابات ومحاكم مصر والكلام دوت كان ان عقدنا المؤتمر الاول التأسيسي لها يوم واحد خمسة 2011 في سائد الصاوي واختارنا المعدة تحديدا واحد خمسة عشان لما نيجي نحتفل بالعيد الثانوي للنقابة نحتفل بجموع عمال مصر معانا بعيد العمال وعيد ان شاء الله كام عزد العاملين او المضامين اه ما يقرب من خمسين الف اه موظف وعامل رسميا رسميا ودول بمستلو حوالي خمسين في المية من اجمالي موظفين النيابات والمحاكم على مصطوع الجمهورية طب كلمنا برضو عشان نبقى فهمين بالتفصيل التركيبة الادارية بتاعت العاملين دول ايه؟ يعني دورهم ايه في القارب؟ التركيبة الادارية لموظفين النيابات والمحاكم بتبدأ من اه الموظف على الدرجة الرابعة الى ان يصل الى مدير عامل فلاك انت تخيال ان الموظف النيابة والمحكمة محروم من هو يوصل لدرجة وكيل وزارة ليه؟ انا مش هعلم اه تركيبة العمل بتاعتهم بتختلف طبعا طبقا لتوزيع العمل منهم ما يسمى سكرتير تحقيق اه ده اللي بيشتغل مع السيد وكيل النيابة بيكتب التحقيق معاه ايه ومنهم من اللي بيبقى سكرتير جلسة بيبقى مع السيد رئيس المحكمة بيكتب ما يدور في محضر الجلسة اه واخيرها بيبقى مدير عام او امين عام للمحكمة او مدير شهون جنقية هاي طيب ايه اللي خلاكوا بقى او خلى العاملين بالنقابة المستقلة او المنضمين لها تلجأوا لهذا الادراب لمنتهى البساطة ايه هي مطالبكو؟ هقول لحضراتك احنا طبعا زي ما قلت لحضراتك ما كانش فيه قبل كده كينات نقابية بتدافع عن مطالبنا وكان نقابة لما ربنا قرمنا وانشأنا النقابة بدأنا نأسس الاول النقابات الفراعية في المحافظات بعد كده بدأنا نشوف المطالب ومشاكل وهموم الزمله الموظفين اللي احنا كنا بنعاني منها ولم كانش حد بيقدر يعبر عنها قبل كده اه ركزناها في بعض المطالب ورفضنا اللي احنا نعمل اه اعتصامات او مظاهرات او كان ده زي بقية الكينات التانية احتراما للكيان القضاء اللي احنا بننتمي لي واحتراما لذاتنا في الاول اه تقدمنا بالبطالب دي بصورة ودية ورسمية للسيد الاستاذ المسشار رئيس المجلس الاعلى القضاء والسيد المستشار مساعد وزير العادل شؤون المحاكم وعقدة معهم لقاءات شهرية بيقدم لهم مطالب وبنطلب منهم بعد يزنوكم ونفذونا المطالب دي الغريب ان هم كانوا بيستقبلونا استقبال كويس جدا وبيؤكدوا على شرعية وعدالة مطالبنا ولكن ما كانش فيه اي استجابة مافيش استجابة ملموسة واضحة للمطالب دي المطالب ما ترفضتش بس فيه بطء في الاستجابة مافيش خالص مافيش اي حاجة خالص اه احنا بنروح معاليهم بيستقبلونا اه المطالب بتاعيكو عادلة ومشروعة طب فين الاجراءات الملموسة طب ده الحال معا تقريبا هنقول يعني مش هقول الارقام بس هقول جزء كبير جدا من الاضرابات او المشاكل اللي بيعاني منها كل العاملين بمختلف القطعات مثلا دولت حيني لسه كل مكاني مع الوزانة المالية من شوية في مطالب ومطالب مشروعة يا كلام ده كله بس بما ان واضح ان فيه اولويات كتيرة جدا للدولة واولويات كتيرة جدا للمرحلة اللي احنا فيها فبالتالي بتلاقي مشكلة ان هم عايزين بس ها فيش وقت لسه حالية فهل في مثلا كان وعد بوقت زمني سيد الفاضل احنا مطالبنا في المقام الاول هي مطالب معنوية مطالبنا في المقام الاول هي مطالب معنوية ماشي اول حاجة فيها لتتخيل ان هو التأكيد على حسن معاملة اعضاء الهيئات القضايا اللي موظفين يريدهم الحاجة يعني ايه حسن معاملة احنا بيعانون ايه اصلا المفروض ان العلاقة تبقى علاقة قويسة وعلاقة مبنية على الاحترام بين السادة عضو الهيئة القضايا والموظف اللي معاه وبين اي موظف حكومة والموظف الاخر وبين القيادات عموما ماشي كوني انا اوصل لمرحلة ان انا بحطها في اول مطلب من مطالبي والان انا ممكن انظم اضراب عشانها ده معناها ايه ان هي مناعة عدمة للاسف فيه يعني اه هو طبعا مش الكل ما احترمنا للهيئة القضايا جميعا يعني ولكن في بعض منهم بيعامل الموظفين بطريقة مش كويسة بيعاملهم ان هم طبقة تانية عن المجتمع خالص في استهانة بهم في استهانة جدا برغم ان احنا يعني احنا منظومة في الهيئة القضايا ماينفعش الباشا وكيل النهائي او الباشا رئيس المحكمة يدير التحقيق او يدير الجلسة من غير ما يكون السكرتير معاه بيكتب في النهاية بالهيئة بالهيئة فلان وفلان فلازق احنا كل اللي حب نطلبه ان نبقى فيه معاملة يعني احتراق وادمية بيننا وبن بعضنا طب دي مطالب معنوية فيه مطلب من مطالبكو بيقول ان انتو عايزين تفصلوا ميزانية العاملين بالنيابات والمحاكم وتعلم ميزانية المجلس بالزبط تعلم ميزانية المجلس الاعلى للقضاء وتدموها مرة تانية لميزانية وزارة العدد هو الاول حضرتك قبل 2006 كانت الميزانية كلها بتاعت الهيئات القضائية كلها جميعا تقضع لميزانية وزارة العدد جنف 2006 وحبوا الهيئة القضائية انها تفصل ميزانيتها عن ميزانية وزارة العدد فصدر القانون 142 سنة 2006 بفصل ميزانية الهيئات القضائية وخاصة المحاكم والنيابات عن الوزارة وبالتالي احنا عشان احنا محاكم والنيابات فانضمينا معاهم انفصلنا معاهم دون رغبة منا ودون ارادة منا ده ادى الي ايه بقى ان الساد وزير العدد لما بيجي طلح قرارات بمكافئات او اي امتيازات مادية ومعنوية ما بتعمش علينا لا ما بتعمش علينا احنا خالص يعني لا تطبق عليكم لا تطبق عليهم بتطبق عليهم بتطبق علي العاملين في دوان الوزارة العدد ومستحطي الخبراء والطب الشرعي اللي هم خاضعين ماليا واداريا لوزير العدد انما احنا احنا بقينا مشتتين الموزفين المحاكم اداريا تبع الوزارة اداريا تبع الوزارة وماليا وماليا تبع المجلس العدد للقاضة موزفين النيابة اداريا لمعالي النايب العام ومالياً تبع المجلس العقل القضي طيب من دين مطلبكم برضو الأساسية الموافقة على إنشاء مجمع انتخابي بكل محكمة ابتدائية وجزئية وأيضاً كل نيابة كلية وجزئية وتكون مهمته انتخاب الأمين العام ومدير الشرؤون الجنائية ورئيس القلم الجنائي وفقاً للشروط التي تتطلبها طبيعة هذا كلام كبير أولي يعني إيه؟ ليه عزي مجمع انتخابي في كل هيئة ونيابة؟ حضراتي دوقتي بعد الثورة ابتدت كل المناصب القيادية تبقى عن طريق الانتخاب ما تبقاش فرض تمام الأمين العام ومدير الشرون الجنائية ورئيس القلم بيتم اختياره وفقاً لرؤية السيد المستشار المحامي العام أو السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية مش بالانتخاب مش بالانتخاب لازال ومازال ماشي؟ ان دي ده سلطة إدارية لسيدة المستشار أو سيدة الرئيس النيابة فببقى ولاقوا الأول والأخير للمستشار احنا بنطلب ان يبقى رئيسنا الإداري في الشغل اللي هو الرئيس المباشر اللي هو الأمين العام أو مدير الشرون الجنائية أو رئيس القلم يتم بانتخاب بانتخاب عن طريق الموظفين ووفقاً للضوابط مش هنجيب أي حد ونجيبه برضو لازم يبقى فيه ضوابط ومشروطنا عينة زي أي انتخابات بس يبقى احنا حاسين ان الراجل ده اللي هو القياء دي بتاعنا يبقى بيتم عن طريقنا وعن اختيار دي احنا وبالتالي لما يبقى رئيسك في الشغل أو القائب بتاعك في الشغل انت مرتاح له نفسيا وانت حاس ان انت اللي جايبه لو قالك وامرك لانت تشتغل أكتر من جهدك هتعمله بزدر وبردو دي رجعتين وده شق معناوي انا شايف برضو ان الجزء المعناوي هو يعني خير الجزء المادي يعني معظم المطالبات معظم المطالبات عموماً في الادرابات اللي بتكون موجودة أو في المشاكل اللي بتكون موجودة هي بتبقى مطالبات بالمقام الاول مادية مع عدم النظر اللي بتاعه فاحنا المختلف في هذا الادراب وبردو في مطالبات موسيقى المالية اللي كانت في فقرة لقبل كده فكرة التقديل المعناوي فقط صدقني والله اسلوب الادارة لو حضرتك لو لو ريحت الموظفين والله هتاخد منهم كتير جدا أهم حاكة الراحة النفسية لحضرتك لو لو ريحتيني نفسياً في عملي لو طلبت مني اللي انا ههد جابه لهاهده في مطالب مالية برضو أكيد طبعاً في مطالب مالية يعني هي الأساس بس مش هيدي الأساس الأساس بدليل إحنا في أول مطالب مطالب المعنوية هي الجزء الأكبر هي مطالب معنوية ثم المطالب المادية ولم يتم الاستجابة تماماً لأي من المطالب ولا دي ولا دي تتوقع بكرة لو فعلاً ابتدى الادراب ده هينتهي بإيه والله مش عارف مش عارف إحنا لغاية دلوقتي بنتعرض لتهديد غير مباشر واسلوب الترغيب والترهيب مش عارف ليه عشان إحنا بنطالب بحقوقنا العادلة لو حصل إدراب ده حيبقى فيه أي تأثير على العملية القضائية عموماً إحنا برضو مش عايزين حاجة يعني هقول لك عشان بس العدد الخمسين ألف المنضمين لنقابة مستقلة لا لا حضرتك ده منضمين لنا جميع الموظفين لا نضم لنا جميع الموظفين إن دي مش مطالب النقابة فقط المطالب جميع الموظفين المئة ألف موظف على مستقل الجامورية اللي معارض مين بقى للإضراب ده للأسف يعني المستفيدين المستفيدين دائماً وللأسف وللأسف البطانة السوق اللي هي الأساس دلوقتي في بلدنا البطانة السوق اللي هم الأمانية العموم المديرين اللي هم مستفيدين في كل حاجة مستفيد مادياً ومعنوياً أنت حضراك هتلاقي من ضمن المطالب تعيين أبناء عاملين صحيح ماشي المطلب ده لأول واهلة الناس هتشوفوا توريس الناس اللي بتتكلم على التوريس ده وده احنا بتحريب التوريس مزاق والصورة قامت عشان التوريس عشان التوريس تمام؟ ولكن أنا دلوقتي لما دي بقى السياسة العامة بتاعت الدولة إن ابن الدكتور يبقى دكتور وابن القاضي بقى وكين نيابة وابن الموظف هي جات كده يعني عبرها بقى السياسة هي جات كده يعني هي سيبوا بلدنا بقى كده لما ترجح حضرتك ابن العامل ابن العامل وابن الفلاح يشتغل في الوظيفة المناسبة لي حسب مؤاهله وحسب إمكانياته ماشي ماشي إنما للأسف دولة أنا لما يبقى قاعد زميلي جنبي أو الأمين العام بتاعي ماشي معين ولاده وامراته واخواته وعيلته وعيلة العيلة ماشي وبرضه النسبة كبيرة جدا من العاملين دلوقتي موجودة رأيب وأولاد مستشارين واخد بلا حضرتك فقال لو في مشكلة عائلة هتعوم غير مشكلة هم موظفين برده ما نقول له حضرتك هو بقى دلوقتي هو لو مبدأ صحي بقى صحي أو ها أصلا مبدأ ده هلت أساساً لو هو ملائم من وظيفة عينه على رأس تمام أنا مع حضرتك حضرتك دلوقتي لما تبقى حضرتك موظف وشغال في جهة معينة وتلاقي زميلك رئيسك في الشغل معين ولاده فأنت ما هجتلك الفكرة دي منين واحنا خلي بقى بعض الزملاء الشباب عندنا برضو كانوا رفضين المبدأ ده وقال لك لأ التوريس فإحنا برضو قلنا له ما جامعها موفيزة من هناك كبار اللي هم قربوا يطلعوا على المعاش ومش معينين حد أنا عايزة بس أقول لك حاجة احنا بنناقش احنا ملاش أي صلة بس تعتقد وانتوا يعني عاملين بهايئة قضائر مفروض ان هي اكتر هيئة عادلة في مصر تعتقد ان ممكن فيه ورقة تطلع مستند كده يقول العاملين بالزبط بالمحاكم ونيابات يقدر يورسوا لا برضو مش مسألة التوريس ولكن يبقى على القل يبقى فيه نسبة يعني طب ما احنا نعمل العكس يقول بقى ولاد المستشارين وولاد القضاء وولاد المحامين ما يتعينوش إلا لو فيهم فعلا يعني هو بالفعل هو ده الوضع على قدر كويش يعني احنا لما نقول مسألة تعيين ابناء العاملين بنسبة على الآل 10% يعني هي نقطة جدالية بس حالة فيها كثير مفيش مشاكل بس حالة نقطة تالية مرضو مهم مفيش مشاكل مفيش مشاكل مفيش مشاكل يعني جدالية والله لو مشروع ربنا حيوفاك ولو ما جادش مشروع ربنا حيوفاك بس عايزين اقولك حاجة فيه برضو مطلب مهم جدا هو الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في جميع الانتخابات اللي تستتملوا لاحقا بدلا من موظفي المحالات والتربية والتعليم المطلب في منظوره ظريف جدا لكن ممكن حد من الخمساء يقولك اه البدلات والحوافز وكل طلع من دول بمبلغ وقدره منكرش ده سبب من ضمن الاسباب ولكن هو الاول ان المفروض ان العملية الانتخابات دي تحت اشراف قضائي كامل اوكي فانا الاولى اللي انا بقاعد جنب الباشا وكيل النيابة او القاضي انا اساعده بحكم طبيعة عملنا بيننا ومن بعضنا انا اللي اقدر افتح اساعده في فتح المحضر بتاع الفتح اللجنة انا اللي اقدر احرز له ده بحكم عملي ماشي انما الزميل بتاع الوحدة المحلية او التربية والتعليم ما عندوش خلفية وبال بالعكس كانوا بيجوا استادة عضاء الهيات القضايا كانوا بيجوا يشتكوا من الموظفين المحلين ما عندهمش مفيش تدارك هو ايه عموما صلة يعني انشان الموضوع ده كان نشغل بقى لي بصراحة من زمان فضل صلة العاملين بالتربية والتعليم بالانتخابات مش عاد يعني اعرف ان ممكن يبقى ليهم صلة مسلا بالمرأبة على الامتحانات في جامعات في مدارس صح ايه صلاتهم قوي بالانتخابات وبيقدروا يشرفوا فعلا على العمليات الانتخابية لا بالعكس بالعكس بيحصل مشاكل لان ما عندهمش القدرة هم ما عندهمش القدرة القضائية على الكلام ده كل زك